ثلاث جبهات عادت ميليشيا الحوثي عبرها في محاولة احداث اي تقدم في جبهات الساحل الغربي والتي قوبلت بصد واحباط من قبل القوات المشتركة التي كبدتها خسائر بشرية ومادية واجبرتها على الفرار لتعود الجحافل الحوثية من حيث جاءت وتلجأ الى الدفع بمغررين جدد نحو جبهات الساحل الغربي الاعلام العسكري للقوات المشتركة افاد ان وحدات الاستطلاع رصدت خلال الساعات الماضية تحركات مكثفة للميليشيا صاحبها وصول تعزيزات افراد واليات في جبهتي الصالح وكيلو 16 بمدينة الحديدة وجبهة حيس جنوب المحافظة وتم التعامل معها بنجاح حيث حققت ضربات مركزة وموجع بالاسلحة المناسبة محققة اصابات مباشرة في اوكار وذكونات وتعزيزات الميليشيا لحظة بدء محاولتها الانتشار لتنفيذ المخطط وكان المخطط الحوثي الفاشل يستاتف التمركس في مواقع وتحصينات مستحتفى من شأنها اضعاف صيدرة القوات المشتركة في خضود التماس وسرعان منتهت بفشل ذريع لتعاود ميليشيا الحوثي خروقات جديدة وتلجأ الى التسلل في جبهتي المضار وشارع صنعاء داخل مدينة الحديدة الا ان وحدات من القوات المشتركة خاضت معها اشتباكات عنيفة وسطت جميع محاولتها ورغم الخسائر التي تلقتها ميليشيا الحوثي في جبهات الساحل الغربي وتعزيزاتها التي لا تتوقف صوب الحديدة الا انها لا تحصد سوى المزيد من ارواح جحافلها المغرر بهم ممن تعود بهم الى اهاليهم صورا ملصقة عبر اطقمها ما يثبت مدى المهم الملقى على عاتق القوات المشتركة المرابضة لتأمين المدنيين في كافة مناطق الساحل الغربي